ترجمة نانسي قنقر شهرة واسعة شعبية كبيرة اكتسبها مهرجان خريف صلالة السنوي الذي يستقطب أهالي السلطنة وزوارها خصوصا من دول الخليج حيث تلامس فعالياته الثقافية والتراثية المتنوعة أذواق مختلف الفئات العمرية لا سيما أبناء الخليج المحبين للتراث العماني العريق من السنوات الأخيرة لأن هالسنوات في تطور هائل في البنية التحتية في النشاط السياحي في المهرجان نفسه يعني يمكن قبل أربع سنوات وبعدين يعينا مع العائلة أو سواء مع الشباب أو هذا يعني في أمور كثيرة تغيرت خاصة في البنية التحتية الجسور دواوير أو مناطق السوق أو مناطق السياحي نفسه ناهيت عن كرم الضيافة وإخواني شقنا في عمان هذه تعرفنا عليهم الضيافة اللي في الغداء والهذا صراحة دعوة للجميع ونشك لأنه يحضرون خريف صلالة يعني على الأقل شهر سبعة ثمانية خلصا نحن دول الخليج عندها البعض فلازم نشط أماكن السياحية اللي عندنا سنوية ما شاء الله صلالة سنويةنا الخاصة طالما نقضيها في صلالة لعمام شكل عام واللي هو الشق الجنوبي اللي هي صلالة تقريبا وقربات من الخليج عند شمال إمارات من قطار من السعودية من البحرين من الخليج الشباب طالما Sean قربات سنوية نتواعد من شهر لأخر شهر عشرين يوم خمسة عشر يوم نقضيها في صلالة وما شاء الله كل سنة من وصلى صلالة في تطوارات من كل الناحية مهرجان صلالة السنوي وعلى مدار سنوات طويلة بات محطة مهمة في تاريخ السلطنة وأولوية لدى الكثير من الأسر الخليجية التي تشجر حالها إلى صلالة للاستمتاع بأجواء خريف صلالة الاستثمائي وفعالياته الاحتفالية السنوية المبهرة بالإطافة إلى المرافق السياحية المتميزة التي تأسر القلب بروعتها وجمالها والله ما رجالات طيبة مرة مرة ومتنوعة وتناسب جميع الفئات المجتمع من النساء والرجال والأطفال والشيوخ ومناظر جميلة وأجواء جميلة ونقول لي ما جاء صلالة أنه ضايع عليه جزء من حياته ما يتعوض نحن دومني صلالة على حسب الأجواء الحلوة في الخريف ونتمشى فيه مثل وادي دربات ووادي نحيز والعيون الجميلة التي تحثنا بالجمال الطبيعة والخضار وهالصلالة طيبين يعني يستقبلون الضيف مفاجآة مهرجان خريف صلالة وتنمعها لفت أنظار الزوار فهذا الحدث الضخم يعطينا دلالة على أن طيبة الشعب العماني كانت العنصر الأساسي في حرصهم على زيارة صلالة بشكل سنوي خريف صلالة بات الوجهة الأبرز سياحيا في المنطقة على اعتبار أنه يشتمل على العديد من الفعاليات التي تلبي احتياجات الأسرة يذكر أن مهرجان صلالة يستمر حتى نهاية أغسطس الجاري بين التنوع الثقافي والفني والتراثي والتسلية والمتعة وسط أجواء الخريف المنعشة في صلالة المزينة برذاذ المطر تلتقي الحضارات العمانية في مكان واحد لتثري ذاكرة زوار المهرجان بذكريات جميلة لا تنسى من صلالة الجمال حول الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين